قضايا عديدة كانت على جدول أعمال قمة الرباعي المكون من الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند في العاصمة اليابانية توكيو وقد استغل الرئيس الأمريكي جو بايدن هذه القمة للتعبير عن أهمية التحالف الرباعي في تناول تلك القضايا أمام الرباعية الكثير من العمل لإبقاء هذه المنطقة بسلام واستقرار والتعامل مع الجائحة الحالية والتي تليها ومواجهة التغير المناخي وكذلك التأكد من أن تقنياتنا الحديثة تحكم وفقا لقيمنا وعلى الرغم من البعض الجغرافي كانت أوكرانيا حاضرة في القمة حيث أكد الرئيس الأمريكي أن تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا تتجاوز القارة الأوروبية أزمة الغذاء العالمية فاقمت إثر منع روسيا لأوكرانيا من تصدير ملايين الأطناع من الحبوب وطالما استمرت روسيا في حربها فأن الولايات المتحدة ستعمل مع شركائها لتشكيل رد عالمي لأن هذه الحروب تؤثر على كافة أنحاء العالم بايدن خلال وجوده في توكيو أثار جدلا عن الصعيد الدولي بتصريحاته حيال تدخل العسكري الأمريكي في حال إقدام الصين على ضم تايوان بالقوة وهو ما سعى البيت الأبيض لتصحيحه بالقول إن موقف الإدارة الأمريكية من تايوان لم يتغير ولكن هذه التصريحات كان لها صدى في الصين حاليا تتابع النخبة الحاكمة في الصين ما يجري في روسيا وهم يتعلمون من ذلك فالحرب اليوم لم تعد فقط عسكرية بل تدخلت فيها عناصر عسكرية واقتصادية واجتماعية النخبة الصينية لها تأثير على الاقتصاد العالمي وبالتالي ستكون على وعي بكل ما ستخسره على صعيد شخصي في حال اشتيح الصين لتايوان ويعود الرئيس الأمريكي إلى أرض الوطن حاملا تعهدات بالتعاون في مجالات شتى من دول الرباعي وهو على أمل بأن يسهم هذا التعاون في تخفيف الأزمة الاقتصادية التي تواجهها بلاده جراء الحرب في أوكرانيا وتعطل سلاسل الإمداد الواردات يرى مراقبون أن الحرب في أوكرانيا تحتل المرتبة الأولى في أولويات الرئيس الأمريكي جو بايدن وبغض النظر عن المكان والزمان فإن تلك الحرب ستسيطر على اجتماعاته الإقليمية والدولية مع قادة العالم سهل الشاعر خناة الغد واشنطن ترجمة نانسي قنقر